يا صباح الخير عن جديد وصلنا لجولة الصحافة مع ولاء صباح الخير يا صباح الخير يا نور أنا أقول شو كنا عم نحكي مثل ما كانت عم تتهمني نور كنت عم بتتاوف أنا عزتك هيلو أنا رأيي نبدأ بالأخبار أحسن لا لا لازم نحكي نخلص كل شي بضميرنا صباح الخير يا نور كتير حلوة طرع اليوم كمان وسهل صباحك يا عيهم وسهل صباحك صباح الأناقة أنا اليوم شوي مدي أوجع العيون بسبب تضارب الألوان بس أنه إتحكي اليوم الأحد ولأمور رواء يسهل صباحكم مشاهدين وما كنت عم تحضرونا بجولة جديدة للصحافة والبداية من موقع تلفزيون سوريا بدأ الناشطون وعاملون في المجال الطبي أمس السبت اعتصام مفتوحا للمطالبة بعلاج آلاف المصابين بمرض السرطان في الشمال السوري تجمع العشرات بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مطالبين الحكومة التركية بفتح المعبر وإدخال 608 مصابين بحاجة لعلاج مستعجل إلى مشافيها وسبق أن أطلقت الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتوفير العلاج لمرضى السرطان في الشمال السوري وتهدف الحملة التي ما تزال مستمرة تحت وسم أنقذوا مرضى السرطان لتسليط الضوء على آلاف المرضى وللمطالبة بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لاتخاذ خطوات جدية في سبيل علاج المصابين يعني نريب كثير عم نشوف فعلا يعني صدر لهذه الحملة ناس عم تقص شعر سواء بالبت المباشر حتى في مذيعين وأيضا يعني صرخات اللي عم تكون حقيقية من ناس موجودين من الداخل لأطفال يعني حتى فقدنا طفلين نتيجة مرضى السرطان لليوم ما في أي تحرك لأن الموضوع فعلا لازم ينحل يعني فعلا ألف مرضى السرطان بحاجة لعلاج سريع يعني ما نحلات باردة ما بيقدر الواحد يقول أنه يلا بينضزروا على الدور لا 300 عشرة حالات فوتوهن على المشافعات جوهن هنا أكثر من 600 حالة يلي لازم يفوتو عن 300 عشرة بحاجة بسرعة للدخول للمشافع التركية هنا تقريبا شي 600 حالة اللي بحاجة يدخلوا للمشافع التركية بشكل عاجل والموضوع ما نوجد جديد يعني مرضى السرطان والناس اللي عموا طالب بحقوقهم بالعلاج صروا تقريبا سنوات عموا طالبوا بالموضوع بس هلأ تأزموا الوضع بسبب أنه عم سير فيه وفيات لذلك عم نشوف في احتجاجات واعتصامات وعم نشوف هذا تضامن تحديدا بين الناشطين وبين الصحفيين والإعلاميين على لو يصل الصوت يكون في التحرك حقيقي تجاه الموضوع نتمنى له السلامة ونتمنى أيضا ضمن التعاطف ومشاركة الوسم نرجع ونكرر مسؤولية جمعية تجاه هؤلاء الناس أي شيء فينا نساهم فيه ممكن ما نقدرانين نقدم علاج بس أدرانين أنه نخفف عنه نفسيا أو حتى يرسل لإلهم مبلغ مادمة أو هدية ما نعرف قد يتم وتأثر موضوع النفسية على مرض السرطان تحديدا إذا قدرنا أنه نعمل شيء مع التضامن بيكون كتير منيح وأكيد التضامن يكفي لأنه سنوات نحن عم نحارب كتير ونحن نحارب بكتير قضايا بالأحرى فكل شكر لكل المتضامنين وكل شكر أيضا لكل حدا يتحرك خطوات على الأرض لحتى يساعد هؤلاء الناس إن كانوا ماديا أو معنويا أو حتى طبيا ننتقل إلى موضوعنا الآخر وضمن أخبار موقعنا عقدة ولاية إسطنبول اجتماعا حضره مسؤولنا أتراك ومنظمات سورية بحثوا خلاله قضايا الهجرة غير الشرعية وحملة ترحيل السوريين وتأثيرها على الأشخاص ذوي الوضع القانوني وحضر الاجتماع كل من والي إسطنبول داود قول ومدير الهجرة جديد في إسطنبول فاتح أينا وعدد من المسؤولين الأتراك إضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات السورية في تركيا ومن بين النقاط التي أبرزتها ولاية إسطنبول والمؤسسات الحكومية الأخرى خلال الاجتماع أن الحملة لمكافحة الهجرة غير النظامية ولكن سيتم القيام بالتحسينات اللازمة لعدم تعرض الأشخاص ذوي الوضع النظامي لأي ضرر وسيتم إيقاف إجراء إعادة السوريين الذين لا يحملون هوياتهم المؤقتة إلى مراكز العودة ولن يتم إجراء تفتيش للهويات في أماكن العمل في المرحلة المقبلة كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لازمة ضد أي موظف يستخدم العنف دون مبرر أو دون مبررات قوية وحاسمة بصراحة كنا بحاجة لأنهم يخرجوا ويكون فيه شيء واضح وتبرير للتصرفات التي رأيناها من بعض قوات الشرطة أنا شفت فيديو واحدة يضربه قدام أمه يسفوتو بالغصب بالسيارة ممكن أن يكون هذا الشخص غير قانوني يمكن أن يكون هذا الشخص غير قانوني يمكن أن يكون لديه كملة أو يمكن أن يكون لديه كملة غير ولاية لكن لا يستحق أن يُعامل بهذه المعاملة ممنوع أصلا حتى بالقانون التركي ممنوع ممنوع صحيح هنا نحن يحكي عن هذا الموضوع طبعا الحملة مستمرة وأقروا أنها ستستمر ويظلوا يشوفوا الهويات في طلب كان أن السوريين تحديدا وينما يطلعوا يكون معهم بطاقة الحماية المؤقتة أو الكملك أو على أقل تقدير يكونوا حافظين التاجة نمرة أو الرقم الوطني اللي موجود عليها لأنه المفروض هلأ اللي من غير ولاية أنه يرجع لولايته وما يروح على مركز ترحيل واللي وضعه قانوني ونسي عن الكملك بالبيت كان عم يترحل يعني كان عم يلاقي حاله بمراكز العودة هلأ المفروض ما في هيك شيء مجرد ما أخذوا الرقم التاجة ما رح يصير مشاكل هذا الباص المكبالين بالإيتيق عن جدي يعني هنا مو مجرمين يعني يعني ما بس تحقوا وتكابلونا إليهم يعني ممكن إنسان بحكم أنه عائلته هون ممكن يعني يقول له أنه يترجع أو يستعطف الشرطي وهذا شي طبيعي يعني هو بالنهاية بيني آدم تارت أمه، أخته، مرته، أطفاله لكن لا يستحق أنه تكابلوه إيديها للأسف عم يصير تجاوزات كثيرة هذه تجاوزات اللي خلت يعني كانت محور النقاش ومحور الاجتماع لأنه في عنف غير مبرر في تجاوزات غير مبررة مثل ما حكيت هنا لأنهم مسلحين هنا ما عم يزو حدا أو كي مخالفين وراءهم معنى نظامية غير كاملة وعم يتم اتخاذ فعل قاسي بحقهم هو الترحيل يعني يكفي فما في داعي يكون ترحيل أصلا بطريقة غير إنسانية وغير أخلاقية ومثل ما شفنا على الشاشات يطلع ناس تهان على الهواء مباشرة وعم نشوفها كنا صبح وظهر ومسا وهذا الحكي مسبب ألأ وخوف ولبكة حتى عند السوريين بجرد تماما لا حتى اللي عندهم وراءهم كاملة صاروا خايفين اليوم المجنسين من السوريين عم يحكوا ببيع الموضوع هذا لا يصح طبعا وإن شاء الله هاي القرارات اللي طلعت تكون قيد التطبيق قريبا حتى ما نظل عم نشوف هاي تجاوزات كل يوم وشوي سوريين هاي ياخدوا نفس بتركيا لأنه مرأة سنوات طويلة متعبة تقريبا في ثلاث سنين لهلأ سوريين كل سنة عم تكون أصعب والكلم كان متوقع أنه بعد الانتخابات يخف الضغط على سوريين للأسف لا إزداد من الأسف مئة بالمئة إلى موقع أثر بريس المقرب من النظام حذر عضو اتحاد حرفي طرطوس منذ الرمضان من وجود أعشابا طويلة وجافة متاخمة لمحال التوسع الغربي في المنطقة الصناعية بطرطوس قرب طريق الزراعي ما يشكل خطرا باشتعال حريقا بأي لحظة خاصة في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة ودعا رمضان جميع الحرفيين والصناعيين إلى تنظيف محيط محلهم من جميع أنواع الأعشاب حتى مسافة آمنة قدر الإمكان وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة محلهم من أي حريق تصعب السيطرة عليه في حال اندلاعه وأوضح رمضان أن أغلبية المحال تحتوي على مواد سريعة الاشتعال ما يؤدي إلى أضرار كبيرة في حال حدوث أي حريق مبينا أن فوج الإطفاء أو دفاع المدني لا يمكنهم السيطرة على الحريق بسهولة فيما لو اندلع ليلا أو نهارا كنا نتحدث عن حريق الذي حدث في الشام وأنه الأوساخ الإهمال وحتى العشاب اليابسة خاصة بارتفاع درجات الحار ممكن أن يؤدي إلى حريق هذا الشيء ما نرى أيضا من خلال المادة التي أرأتها صح وهذه المنطقة الصناعية ومليانة مستقاط نفطية وهنا نعم يقولون أنه إذا صار فيها حريق ما رح يستطيعون يسيطر عليه طيب نطفوها يعني هن البلديات أو المجالس الموجودة ينطفو يعني بدل ما يعطوا إعاز لأصحاب المحلات يعني شو بدي أقول خلاص وسطت الرسالة تنهدت هو فعليا في سوريا أنقذ نفسك بنفسك نحنا بنعرف هذا الموضوع فالناس تنتبع حتى حولين بيوتها حولين بيوتها حراش وأعشاب هاي اليابسة يتعاملوا معها لأنه ممكن أطعت بلور صغيرة أطعت أصدير صغيرة تعمل الحريق وعم نشوف قديش عم تكون الحرائق كبيرة ومدمرة وبشعة بهاي الأيام فينطبهوا واللي حتى عندهم أراضي زراعية كمان ينطبهوا كتير منيح ممكن سيجارة يعني تماما المدخنين المدخنين بهذه الفترة كتير لازم يكونوا وعيانين يخفوا دخار يخفوا دخار دائما أو يتركوز بس أنه هاي زفت السيجارة وينما كان بلاها بلاها يعني بهذه الفترة بلاها لأنه حقيقة خسائر نحن يعني موحمل خسائر جديدة فمشان هيك شوية انتباه ما بتضره بسوريا مثل معنا كل واحد ياخد باله من نفسه لأنه للأسف هيك واقعنا تماما ما أحد حيسأل عليه في عينب بلدي ومرة أخرى إلى إدلب أعلن مجلس التعليم العالي في إدلب انضمامه لعضوية شبكة تي أنكا لولكالاتي ضمان الجودة في التعليم العالي في أوروبا الوسطى والشرقية وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ سعيد مندو قال في تصريح صحفي عقب أعلان الانضمام إن المجلس سنضم للشبكة كعضو مراقب منذ حزيران الماضي وأن هذه العضوية ستبقي المجلس مطلعا على أهم التحديثات المتعلقة بمعايير ضمان الجودة مدير مكتب العلاقات العامة في وزارة التعليم العالي مصطفى كيالي قال لعينب بلدي إن مجلس التعليم العالي لم تكن لديه مشكلة بدفع الرسوم المترتبة على الانضمام التي تعتبر بسيطة لا تتجاوز 500 يورو سنويا وأشار كيالي أن هذه العضوية تؤدي إلى تشريع دراسة الطالب وتشريع المناهج ومؤسسات التعليم العالي في إدلب لافتا إلى أنه من المهم أن يدرك الطلاب أن هذا التوجه الذي ينتهجه مجلس التعليم العالي هو للوصول إلى اعتراف بشهادتهم ودراستهم وليس حبرا على ورق هذا هو الموضوع الأهم يعني اللي ختمت فيه أنه فعلا هذا الإجراء غيره ويأدي للاعتراف بشهادات هؤلاء الطلاب لأنه الطلاب دائما عندهم اعتراضات وأنتوا دائما تأخذوا هاي الموضع وعندهم دائما احتجاجات على إن كان طريقة التعليم أو استضافة شخصيات معينة بهذه الجامعات وحتى الاعتراف هو الأهم لأنه بيتخرجوا ويطروا يعملوا دورات أونلاين يأخذوا شهادات ربما يكون معترفية أكثر من هاي الجامعات فإن شاء الله تكون خطوة جدية وتكون عن جد قادرانين أنه يحصلوا اعتراف بهذه الشهادات لأنه في طلاب صرفوا سنوات من عمرهم وناطرين أكيد لحتى تم الاعتراف بشهادتهم تماما ويمارسوا محنتهم بشكل حقيقي إن كان جوا سوريا وحتى إذا حبوا يكفوا حياتهم نختم مع عربي بوست وضمن أخبار العالم قالت صحيفة The Times البريطانية إن بريطانيا تتحول إلى بلد يتجنب مواطنوه شراء الصابون في ظل تراجع مبيعات منتجات النظافة الشخصية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة حيث تراجع الطلب على الصابون بنسبة 48% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي وفي الوقت ذاته تراجعت مبيعات غسول اليدين بنسبة 23% ما يجعل البلاد تواجه ما يسمى بفقر النظافة والذي يعرف على أنه عدم القدرة على تحمل تكاليف كثير من منتجات النظافة والعناية الشخصية التي يعتبرها كثير منها من المسلمات يعني معتغسون إيديهم يعني ما فهمت القصة شنو يتيممون شنو السافة من البريطانيين عمي لقوا إيديهم بالماء ويطلعوا هل غالية يعني؟ هلأ مو بس هي والقصة أنه هي غالية هي الفكرة الغلاء بكل العالم صاير فبيبلش الإنسان حسب المادة يستغني عن أشياء بيعتبرها رفاهيات تماما أو كماليات أول شيء سقط من أنواع المنظفات هو الدوش جيل أو الشوار جيل تماما صابون الجسم هذا اللي فيه نكهات وروائح ومدرمين لمونك هذه الأكلات هيرو أحيان لا لأنه ريحة النكهات بقلبوان جوعان شوية عصبة شكلي فأول شيء سقط هذا لأنه يعتبر الرفاهية تم استبداله بأي شيء آخر بعدين شوية حتى وصلنا لصابون الأيدي والذي أكيد ما نقوم أحد ولا يوم سيكون من الكماليات لأنه كورونا من اليوم كانت موجودة يعني الحم جداتنا صابون تلغار كان حموه في الجسم وقصوه في الإيدي والشعر يعني صابون ما فيك يعني أنا بعرف أنواع صابون خيصة يعني يمكن اعتماد طالما أي شيء يطلع رغوة خلص يمكن استخدار هنا عم يقول عم يلطسوا شوي الأوروبيين بالموضوع أنه شكرا بريطانيين عم يتحولوا مثل الأوروبيين يتحدثوا عن الفرنسيين تحديدا لأن الفرنسيين لا يغسلوا ما يتحبع مكتب فإنه البريطانيين راحين بهذا الاتجاه والفكرة الأساسية من هذا الموضوع أنه يعني فيه طرافة نوعا ما بالخبط يحكوا بموضوع بشكل جدي هو فعلا جدي ما نمزح الناس أنه بلشت تستغني عن أشياء ما تبرتها كماليات ورفاهيات لأنه فيه أزمة حقيقية يعيش العالم بالاقتصاد بس أنه نحنا كلياتنا عم نحس اليوم أنه ننحط قائمة لنشوف عن شو بدنا نستغني وعن شو بدنا نكفي لأنه الغلاء بكل العالم فاحش بس أنا من نسبة لإلي دول غسيل وتول ترسيل لإيدين ومعجول لسناقين رفت منظفة عندي استعداد مثلا ما أجيب شو بدي إليك خبز بس أنه بلشت لقصة الاستغناء موقات ما أجينا عن جدعة تركيا فما عندهم بلالية تشطفي مي فأنا هون حسيت حالي أنه أنا مقيدة أنا يعني باستمتع أنه أنا كب مي بالمساحة أمسح فأنت ترجع هيك تمسح بقطعة قماشة وشوية مي ما ركبت معي القصة يعني فهلا تعودت فيبدو هي القصة عادة يعني لا أكيد ما ننتعود ما نغسل إليها لا فيبدو عادة بس أنه ممكن يعني جاء للجسم ممكن أنه أنت نفس الصابون التي ترغي فيها عليك وتتحمل فيها فيثقافة استهلاك بالموضوع يعني قصة النوت ترشيد لا لا استهلاك بمعنى أنه هناك شيء رأسمالي في الصيرة أنه صابونة للعيون صابونة للخدود صابونة للأم صابونة مؤكس مؤكس يعني منترجات العناج شخصية كثيرة كثير وكثير في إلى برضو طعيم صراح تماما ترى عندك خمس ست سبعة ثم تسعة علاف ستة منهم غسول للوجه لحال وفي كذا تماما لأنه ممكن هذول يسقطوا بس الصابونة خلينا محتوظو خاصة صابونة البيضة والغاية الله يخليكم يا جماعة الدنيا صيف والأمور متأزمة هذه كانت نهاية جولة صحفة لليوم شكريك نور وشكر منصور إليك أيها شكرا واتذر اليوم على صحصحة زايدة اللي أنا فيها بس أنه يوم أحد وبداية أسبوع سعيد للجميع شكرا لكم مشاهدين ألقاكم غدا